بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله اليوم نشرح موضوع ال-declorative questions طبعا ال-declorative questions هو واحدة من أنواع ال-question طبعا ال-declorative questions هو عبارة على يكون شكله عبارة على جملة عادية ولكن في نهايتها علامة استفهام يعني هو نفس ال-declorative sentence لكن الفرق أنه في نهاية هذه جملة علامة استفهام ويعتمد هذا السؤال على نبرة الصوت اللي نلفظ أو نقول به السؤال لذلك يعني الاسم الثاني لهذا النوع من الأسئلة هو يسمون يعني السؤال يعتمد على نبرة الصوت ومن ناحية الشكل شكله نفس الفرق أنه بنهايتها علامة استفهام ويعتمد على نبرة الصوت اللي نلفظ به هذا السؤال لذلك يسمى يعني نفس ما نقول احنا عدنا بالعامية بالعربي مثلا باشر عدنا ابتحان اوكي نفس هذا هذا السؤال يعتمد على نبرة الصوت هو من حيث الشكل جملة ولكن من حيث النبرة اللي قلت بها الجملة هو عبارة عن سؤال او هذا الولد أخوك باشر عدنا ابتحان نفس هذه الصيغة طيب يعني مثلا قدنا هذه الجملة إذا شوفها هي عبارة عن جملة عادية اوكي بس بنهايتها علامة استفهام لذلك هو اسمه فمثلا يعني الصوت اللي نستخدمه به اللي هو رايزنج راح نستخدم به رايزنج تون يعني نعمل المرتفع نفس هذا ممكن تكون هذه الجملة مثبتة او منفية يعني ممكن واحدة منصياغ الاسئلة المهمة انه يقول لك انطيني مثلا جملة مثبتة فانت تقول له هذه واحدة منصياغ الاسئلة او يقول لك امطيني مثال على هذا المطلب فانت لازم تحضر على كل مطلب يعني جملة يعني مثلا اذا قال لك اريد تنطي جملة مثبتة فقط وبنهايتها علامة السؤال اذا قال لك اريد negative تنطي جملة منفية بنهايتها علامة السؤال اوكي هذا اذا حتى نعيد نفس هو عبارة عن جملة خبرية ممكن مثبتة او منفية بنهايتها علامة السؤال هي في الشكل جملة خبرية ولكن تفيد السؤال اوكي وهذا يعتمد على النبرة اللي نستخدمها في طرح هذا السؤال طيب الملاحظة الاخرى اللي هي عن هذا المثال احنا مثل ما ذكرنا انه جملة الخبر السؤال الخبري هو نفس الجملة الخبرية مرة يكون مثبت مرة يكون منفي نفس ما المثال الاول والمثال الاخير ولكن لا تأخذ الاسيرتف النان اسيرتف فورمس التي تأتي مع النفي ذات تذكرون بموضوع النف اخذنا النان اسيرتف التعابير التي تستخدم مع الاستفهام والنفي هنا ما تستخدمها يعني فمثلا قدنا هذه الجملة هذه الجملة صحيحة بس لما اقول اجيسوا جملة فما يستر نستخدمها هنا صارت لا هي سؤال على وجه لا هي جملة جملة خبرية لان هي مثبتة وما اخذ نان اسيرتف هذا كل ما يخص هو يعني هذا النوع سهل وفكرتها مثل ما قلت بسيطة هذا كل ما يتعلق او بخصوص هذا الموضوع اتمنى ان شاء الله هذا الشرح اتمنى ان نشاركونا مع اصدقائكم حتى تعمل فائدة شكرا وشكرا اشتركوا في القناة